دلوقتي احنا برضو بعلمهم وعندنا في المنهج اللي هي الأسرة المنتجة طبعا بوديها فكرة على الأسرة المنتجة دي بتعمل ايه الأسرة دي الليها امكانياتها محدودة ودخلها محدود فهتقوم تعمل ايه بتفكر بتتعلم تفصيل تتعلم تعمل مرباط ومخللات وتبيع الكلام دوت ستات شيك الشيكة كلها بيعملوا كده يعني مش مثلا وبيبقى مشروع اصلي مش لقيكم فعملت بربق أجواء بتاعة الأفلاق لا الشوخ العادية جدا بتعملها الهوانم وبتعملها الستة العادية وبتأكل عيش منها السلهانم يعني ما عادش فيه دي الفكر ده احنا مشكلتنا في حياتنا ان احنا عندنا قصر نظر ودي خلق فبمعطلنا الحاجات دي قوي ازاي عمي كده دلوقتي الدنيا تغيرت فالتطريز مثلا بتستفيد منه ايه البنوتة التطريز بتستفيد منه נه هي بت بديها المفرش بتشوف المفرش وتختار التصميم بتستفيد انها تتعلم ال الوان ازاي ت نزج ال الوان مع بعض تناسق ال الوان مع بعض هي اللي بتختار ال ال الوان مع بعض بتديها حرية الاختيار طبعا واختاري ال الوان ال 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 أوتаксимين بتداقع على فكرة يعني تيجي البنوتة في الجنبي كده زغانهم اقول لها تحب تختاري اللون إيه وهي تختار اللون اللى هي عايزها وال اللون اللى هي بتختاره هي اللي بتشتغل به